حكينا بالفيديو الماضي عن الراندوميزيشن التوزيع العشوائي لمرضى بين ذراعي التجربة للتغلب على البياس اللي هو الانحياز الاختيار اضافة الكونفاوندينج فاكتر اللي هي عوامل مضللة لانه يتم توزيعها بشكل عشوائي بين المجموعتين وبالتالي ما يكون في تأثير العوامل المضللة ماذا لو لم نستطع انه نعمل راندوميزيشن نحن مدائما بنقدر نعمل توزيع عشوائي الى الزراعين هذا الشيء ليس متوافر دوما وحقدره بامثلة فانا بهذا الفيديو هحكي عن الشيء اللي لما ما بيكون فيه قدرة على الراندوميزيشن هو تتمي للفيديو السابق شو ممكن نعمل بناتا انا حاجة بتشكر الدكتورة شيغاف بكور هي استاذة علم الوبائيات بجامعة جنوب فلوريدا اتكلمت من عدة ايام حقيقة انا عم حضر لهذا الموضوع فادتني كتير بمعلومات عن الشيء اللي هحكي اليوم بحب تشكرها باسمكم جميعا لما انا ما بقدر بعمل راندوميزيشن انا ما بقدر بعمل ترايل انا بعمل اوبزرفيشن سيدي مثلا انا بعمل متابعة لمرضى هنين عم ياخدوا العلاج ما انا اخترته اصلا فما عادت ترايل ما انا اللي قررت انه هنين ياخدوا العلاج الفلاني او الفلاني انا بقارن نتائج مجمواتين من المرضى هذا الشيء اشيء خلينا نقول الفيديو اليوم ربما اكتر بتعلق بالاطباء اللي بيعملوا جراحات او بيعملوا جراحات صغرى او minimal invasive surgery جراحات قليلة الرد خلينا نقول او تداخلات قليلة الرد مثال عليها لما بعمل استقصال مرارة بالتنظير او استقصال زائدة بالتنظير او اني انا بعمل الى روبوتك مثلا سيرجري لما بعمل استقصال كليا بالتنظير او حتى بالجراحة الروبوتية اللي هي بدل ما نعمل الامدم الابهرية صاروا يعملوا شبكة مثلا استينت مثلا بالتنظير يسير يدخلوا فيها بدون اية فتح جراحي للمرضى الخطورة عالية كتير مرضى القلبية مثلا تبديل الصمام التاجي تبديل الصمام الابهري صار فيه تداخلات ممكن تعملها minimally invasive بالقصرة حتى يوم واحد بدون ما تعمل تخدير حام احيانا حتى مثلا مقابل جراحة القلب المفتوح انك تبدل الصمام بجراحة قلبية لو سألنا السؤال انه انا مين افضل تبديل الصمام الابهري او التاجي بجراحة قلب مفتوح ولا بminimal invasive اللي هو الطريقة الجديدة هي تيفر مثلا حاليا هي trans arterial valve replacement انك تدخل مثل القصرة بشبكة شبيها يعني هي صمام بيكون بشكل الشبكة بيوصل للصمام بتفرده بها البساطة يعني وخلاص انتهى الموضوع ممكن انا مثلا من يومين مريض يوم زيادة مش فبس للاطمئنان ولا حتى ممكن يطلع بنفس اليوم على البيت مقارنة بفتح القلب مثلا او فتح الصدر وانك تدخلها صمام او مثلا البي سي آي هي الستينت مثلا هي كمان كلا one day procedure مقابل تعمل قلب مفتوح مين افضل هذا او الا هذا لو اجينا اعملنا مقارنة بـ observational study مستحيل نقدر نوصل لنتيجة السبب ببساطة انه المرضى غير متوازنين بين المجموعتين بحالات الجراحات التنظيرية البطنية نحن عادة الجراحي بيختار الحالات السهلة نسبيا وبياخدها على التنظير مقابل الحالات الصعبة بيخليها تقول لا خليها نعمل فتحهاي بحالات القلبية مثلا او الجراحة البيعائية الموضوع بالعكس الحالات العالية للخطورة كتير صار يفضلوا يعملوها بـ minimal invasive surgery لانه مريد ما بيتحمل جراحة عامة فتح المقابل حالات المتوسطة مثلا بياخدوها على الجراحة الكلام بهالبساطة بس هو اعقد من هاي بمعنى اخر انه انا مهما عملت ما حقدر اعمل موازلة بين المجموعتين لو اجينا عملنا observational study مثلا حيطلع مجموعة خطورتها اعلى من المجموعة حتى لو حاولت اعمل matching اللي هو الشيء بنعمله بالدراسات المراقبة الرصدية البسيطة لما انا بقارن دواء بدواء مثلا او بقارن مثلا بيكون فيه سهولة لل matching بجيب مريد سكر منهم بحط مريد سكر منهم نفس الخطورة نفس العمر اما هون انا اصلا الخطورة مختلفة من المجموعتين فكيف انا بدي اعمل موازنة حتى اتغلب على selection bias واتغلب على confounding factor لحتى اقدر اوصل لنتيجة مقبولة ما هي نتيجة مثالية بس نتيجة مقبولة الا حتى توصل لانه فعلا مين افضل مثلا تببيل الصمام بجراحة مفتوحة او تببيل الصمام بالقصطرة او بالترانس ارتيريال الطريقة اللي بيعملوها الاحصائيين بيعملوا matching ومثل ما انه مسهل اعمل matching بهذه المجموعات اللي حكي عنه اليوم هو propensity score matching انا جيت على مجموعتين غير متوازنتين ابدا في عوامل كتير عم تلعب باختيار المرضى بهذه المجموعة مثل ما نحكي عن observational study فالجماعات الاحصائي عملوا شغلة جديدة اسمها او شغلة مش جديدة يعني شغلة من 20-30 سنة يسموها propensity score matching بيجي طبيعي الاحصائي بيختار او بيدرس مع الطبيب السريري طبعا شو هي العوامل اللي بيتخلي الطبيب المعالج يختار احد العلاجين مثالا مرارة بالتنظير مقابل مرارة فتح شو هي العوامل اللي بيتخلي الطبيب يبعث المريض لهون او يبعث المريض لهون مثلا البداني مثلا العمر مثلا الخطورة القلبية مثلا اذا فيه اختلاطات محتملة نتائج السيتي نتائج طبق المحبري نتائج الالترا ساوند مثلا العوامل الالتهابية اذا كان فيه احتمال وجود خراج عوامل عديدة مثلا بهذه الحالة بتخلي الطبيب يختار احد العلاجين بنفس الكلام مثلا بالتيفر مقابل الفتح شو هي الخطورة القلبية شو هي اذية الكيلية الموجودة كذا كذا فيه عوامل كتير كمان بتخلي الطبيب بيختار احد العلاجين مقابل العلاج الثاني بياخدوا هدول العوامل الطبيب الاحصائي بيروح بيعمل شغلة او بيستعين باللوجيستيك ريجرشن ما حدخل بتعريفها شو معت بس هي معادلة احصائية وبيستنتج منها فورميولا او مودل المعادلة بتخلينا نعرف ليش او بتخلينا نقدر نعطي قيمة او سكور لحتى يكون المريض يروح على احد الزراعين فاول خطوة نحن حددنا شو هي العناصر اللي بتخلي الطبيب المعالج او بتخلي المريض يروح على احد الزراعين اما على التنظير او على الجراحة الفتح مثلا حددنا العناصر عملنا باللوجيستيك ريجرشن بالاحصاء دخلنا بالاحصاء كتير من خلاله وصلنا لمعادلة من هذه المعادلة بنقدر نعطي سكورات لكل المرضى علامات مثلا مريض بيأخذ علامة 5 مريض بيأخذ علامة 7 مريض بيأخذ علامة 10 علامات مختلفة حسب درجات الخطورة او العوامل اللي هنن أثروا باختيار العلاج هذه السكورات بنقدر بقى نعمل فيها ماتشينج اقرب سكور لأقرب سكور بنقدر نعمل مجموعات صغيرة عادة بيعمل خمس مجموعات مثلا من واحد لثلاثة أبسط الموضوع كتير أنا من ثلاثة إلى خمسة من كل المجموعتين بيحاولوا قدر الإمكان يعملوا ماتشينج لهذه السكورات وبيقارنوا النتائج تبعا فهذا هو باختصار البروبنسية سكور ماتشينج هل هو أوبتيمال هو مثالي ليس مثاليا أحد الريبورتات قرأت من يومين ثلاثة عام من هارفرد أنه البروبنسية سكور أصلا بيعطي نتائج عكسية يعني يعني أنا هعمل البروبنسية أو لا أنا شغلتي أعرف اقرأ البروبنسية سكور لأنه كتير الدراسات اللي منشوفها خاصة مثل ما أن البروستيجر اللي هي المنيمان انفيزي بروستيجر وغيرها بيعملوها بطريقة البروبنسية سكور فكطبيب معالج كطبيب قاعد بعياتي شو هي الشغلات اللي لازم أطلع عليها لما شوف البروبنسية سكور بشان أعرف أنه مصداقيته هل هو فعلا كان جيد أو لا أنا شوف العوامل أو العناصر اللي دخلت بالمودلينج اللي هي اعتمدوها الأطباء لما نعملوا الصدي تبعهم أنه شو هي الشغلات اللي هي بتأثر باختيار المريض بأحد الزراعين إذا كان في عناصر أهملوها أغفلوها مثلا بحالة اللابروسكوب بحالة مرارة بالتنظير إذا ما دخلوا عنصر البدانة بالفورمولة بالمودل ربما يكون دراستهم فيها خلل بمصداقيتها صعب أنك تأخذ نتائج منها جيدة هذا هو البروبنسي تشكور في طريقة الماتشنج البسيطة ممكن نعملها فيه شغلتان ممكن يتنعمل لحتى نتغلب على موضوع عدم التوازن بالمجموعتين هي المولكي فاريان أناليسيس بتركها الأخصائيين يدرسون يعطوننا فيها ربما إذا كان في أحد زمراء يعطينا ملخص عنها أنا حبيت إضاءة على هذا الموضوع صعب كثير حقيقة أنا أول مرة سمعت فيه من عشر ستين حقيقة وبعرف عنه أفكار عامة بس ما دخلت فيه بالتفصيل إلا من هالأسبوع مثلا لأني حبيت أقرأ عنه من فترة حزز زمراء الاستشار لقلوا يا أخي أنا ماني أخذ صائح صاء وصعب أني أنا جاوبك عن هذا المدرب أعطيك رأيي كان سؤاله أنه فرق بين هو عم يعمل الصدي وعم يعمل دراسة لحاله مقارنة الروبوتيك سيرجري لإستقصال الأورام مقابل أوبن سيرجري هيك الصدي أنا قلت له بدها طبعا المرة تانية ما فيني افتي فيها بس حسب ما سمعت من دكتور الشغاف أنه لازم إذا بدك تعمل مقارنة بالنتائج تعمل في طرق تانية المقارنة أيضا مثل ما أن الملتي فارينت أناليسي وفي طرق تانية المقارنة الماتشنج العادي أخصائي لازم دائما يكون إيد بإيد بحالات من هذه الدراسات الصابحة أتمنى أني أنا أضأت بشكل جيد عن الموضوع بحاجة لقراءة أكتر هاي هي رعناصر اللي وصلت لها ربما أكون مخطئ اللي ياريت إذا أخطأت صحح حولي أظن هيك يعني غطيت الموضوع بشكل الأنسب إن شاء الله السلام عليكم